اشتركوا في القناة يحصل احيانا في بعض العائلات انه بيورثوا اموالهم الى ابنائهم وبعض الاشخاص بيورث العلم والسمعة الطيبة لابنائهم ايضا وهلما جرى يعني زي ما يقولوا فكل عائلة بتورث شيء معين لابنائهم لكن اليوم حديثنا حيكون عن توريث الصدمات للأسف انه بعض الاباء والامهات بيحدث بينهم مشاكل او حتى بدون مشاكل بيحدث بعض المواقف السلبية تجاه ابنائهم وبالتالي يورثوا هذه الاشياء السلبية لابنائهم فينتج ابناء عندهم مشاكل نفسية في المتقبل اليوم راح نتحدث عنوان حلقتنا عن توريث الصدمات النفسية راح نتكلم عن مفهوم الصدمة النفسية وراح نتكلم عن الضغوط النفسية وعلاقتها بالحياة وكيف نقدر نتكيف مع جميع هذه الضغوط النفسية ومتى اروح للاخصاء النفسي عشان يعالج هذه المشكلة النفسية وحنتعلم ايضا بعض التكتيكات المناسبة اللي ممكن تتعامل فيها مع جميع ضغوطك النفسية وحتى مع الاشخاص الاخرين اللي عندهم ضغوط نفسية خلوني يقول لكم يا جماعة انو حياتنا عبارة عن ضغوط يعني لازم تمر عليك فترة من فترات حياتك يكون فيها ضغوط الحياة ما هي استقرار تام ولا هي سعادة تامة لابد ان يكون يوم سعيد ويوم يكون شوية كذا مش كويس يعني زي ما بيقولوا فبالتالي لازم يكون عندك القدرة على التأقلم والتعامل مع مختلف الظروف اللي بتمر عليك في حياتك ومنها الضغوط النفسية طيب خلوني يرحب بضيفتي في هذا الحلقة المميزة الدكتورة هنادي أبو رحيلة خصائي نفسي كلينيكي حاصل على الدكتورة في الاضطرابات النفسية وماجستير في الصحة النفسية والتربية بورد أمريكي في العلاج النفسي حياك الله دكتورة هنادي أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد أهلا وسهلا بسعادة المشاهدين يا مرحبا فيك دكتورة هنادي والرحب بجميع المستمعين الكرام بأسئلتهم والسفسراتهم في عنوان حلقتنا اليوم توريط الصدمات النفسية تقدروا تشاركون وتطرح أسئلتكم عن طريق رقم الواتساب 055-6689-001 واللي حاب طبعا يتواصل معنا هاتفيا ويطرح مشكلته على هوا مباشرة وبإذن الله دكتورة هنادي جاوب على سؤالك وتعطيك إجابة شافية بإذن الله لك الرقم 012-6161-100 طيب خلينا نبدأ دكتورة هنادي وبطبيعة الحال نبدأ أولا بتعريف مفهوم الصدمة النفسية بالنسبة للصدمة النفسية هي رد فعل طبعا بيكون نتيجة أحداث خارجية حصلت ما لنا زم فيها وتكون طبعا قدرتنا على الاستجابة فيها شبه مشلولة أو مجمدة فبالتالي للأشخاص في هذه الحالة ما بيكون عندهم القدرة على التكيف معها فبيعانوا من حاجة اسمها فوضى عاطفية أو لا مبالاة أو يأس فبعض الأحيان ممكن كمان الأشخاص ما يتذكروا أساسا الصدمة نفسها اللي اتعرضوا ليها وتبدأ تتحول وتثير في اللاشعور طبعا هي صرخات الألم والمعاناة وفقدان السيطرة في اللحظات حقا الغضب والإحباط في ظل هذه الظروف كلها تبين أن الإنسان تعرض لصدمة معينة فغالبا استجابة الناس لهذه الصدمات النفسية بتكون مختلفة طبعا بناء على اختلاف شخصياتهم وزي ما قلنا بيحصل نوع من أنواع الفوضى العاطفية بالتالي ما يستطيع الشخص أنه يتكيف معها بشكل سليم هذه الصدمة بشكل مختصر يعني نعم طيب خلينا نتكلم الآن عن الضغوط النفسي اللي بتحصل في الحياة ذكرت في بداية الحاطف المقدمة أنه الإنسان بتمر عليه في حياته ضغوط نفسية فلابد أنه يتعامل معها بطريقة أو بطريقة أخرى لكن خلينا نعرف أول حاجة مفهوم الضغط النفسي طبعا نحن نتكلم نقوم شيء عن الصدمة النفسية لا نحن نتكلم عن مفهوم الضغط النفسي ونتكلم عن علاقتها في الحياة إن شاء الله بالنسبة للضغط النفسي هو رد هو شيء لازم الناس تعرف أنه الضغط النفسي أنواع يعني كل إنسان فجأة كيسر هو مصطلح دارج بين الناس أنا مضغوط نفسيا وما هم قادرين يفرقوا بين أنواع الضغط النفسي الإنسان بيتعرض في حياته لضغوط نفسية مرة كثيرة الضغط النفسي عندنا أنواع فيه ضغط نفسي يومي بنتعرض لي كلنا نتيجة الضغط في الشغل نتيجة مثلا الوقت يكون ضيق ومقلوب مني يسوي واحد دين ثلاثة فهذا الضغط نفسي يومي أو ضغط نفسي يكون مثلا مؤقت حاصل مثلا نتيجة مثلا داخل اختبار أو داخل على مقابلة شخصية بمجرد انتهاء الوضع بانتهي الضغط النفسي المؤقت هذا رقم واحد نوع من أنواع الضغط النفسي اليومي أو المؤقت فيه عندنا ضغط نفسي تراكمي هو نتيجة أن تراكم الأحداث في حياتك من غير ما تدي نفسك فرصة أو راحة وفترة كده تستجيب فيها مع نفسك فموجود تراكم الضغط النفسي هذا يخليك فجأة في يوم من الأيام كده واقف في مكانك متجمد ما انت قادر تسوي أي شيء وتحسي أنك تعبان وما انت عارف من إيش بس تبقى ترتاح فجأة تحسي ممكن بصداع فجأة تحسي بألم في مؤخرة الرأس طبعا بتحصل فيها شوية أعراض جسمانية كده مختلفة نتيجة الهبوط أو الإحباط أما بالنسبة للضغط النفسي اللي هو الأساسي وهو اللي يستوجب عليك أنك تروح تزور عيادة نفسية هو رد الفعل الطبيعي اللي بيحدث جسمك نتيجة تعرض للصدمة أو أزمة عاطفية وتكون عندك أساسا متطلبات التكيف غير متوازنة فبالتالي ما بيكون عندك توازن في الحياة فبالتالي تكون غير قادر على التفكير غير قادر على استيعاب اللي حواليك كلها فهنا يكون عندك ضغط نفسي قوي تحتاج أنك تزور في عيادة نفسية وهنا نسميه الضغط النفسي الحرج أو الصدمة اللي احنا تكلمنا عنه نعم طيب لو قلنا أنه جتني ظروف أو ضغوط نفسية كيف أنا ممكن أنه أتأقلم مع مثل هذه الضغوط النفسية اللي بتمر عليه في الحياة التكيف مع الضغط النفسي هو الهدف منه الأساسي يعني أنا لما يجيني واحد عنده مثلا أو خلينا نقول الناس العامين بس بلاش يكونوا راحوا العيادات أو أي حاجة شخص جاء له ضغط نفسي وفعلا يبغي يتكيف مع الحياة كيف يتكيف مع الضغط النفسي هذا؟ الهدف الأساسي من التكيف مع الضغط النفسي هو النجاة أو الإنقاذ بحيث أنه يشتغل الفرد على نفسه جسديا اجتماعيا نفسيا من خلال مجرايات الأزمة أو الصدمة التي تعرضت لها أو الفترة التي جاءت بعد الصدمة فبالتالي يبدأ تحدث تغيرات في مضمون الأزمة لأنه ليس معقولة لما حصلت لك الصدمة وحصل لك الضغط هو نفس ما أنت جلست بعدها بساعتين ثلاثة وقتها يكون الإنسان هدي فالتكيف شيء طبيعي هو عملية زي ما نقول أنك بتكيف نفسك على وضع جديد وبتدير ظروف صعبة وتفذل مجهود لك تحل هذه المشكلة لك تحل بس من هذا الضغط النفسي أو تعمل حتى على تحمله إذا ما أنت قادر أنك توقف الضغط النفسي تكيف نفسك على أنك تتحمل هذا الضغط النفسي وللأسف الضغط النفسي لما يجي الناس يريد تكيف ومع الضغط النفسي يجي يقول لك أنا متكيف هو أحيانا ما يكون متكيف وأحيانا يكون الأمر مفروض عليه وصار خلاص في الأمر الواقع فاستسلم فسلوك الناس مع التكيف سلوك صحي وسلوك صحي سلوك صحي كيف؟ أنه يرجع يتواصل مع الناس يقدم المساعدة أو يحاول يخصل المساعدة يلاقي حل الأزمة يحاول أنه يزيل مصدر الضغط النفسي ده التكيف الغير الصحي اللي هو يقولنا عليه أنه الناس تقول لك أنا متكيف وهو ما يكون متكيف أنه هو يتجاهل أي تهديد بينكر أي حاجة بيتجنب مصدر الضغط النفسي لكن بيسقطوا على الآخرين بمعنى أنه يفرغ مثلا إحباطه أو خيبات أمله على أسرته على أهله وعلى أصحابه وممكن يبدأ ينعزل شويتين فهنا صار التكيف غير صحي وهو شايف نفسه أنه هو متكيف وأنه سابها كده واستسلم لها طبعا هو علشان تبدأ عملية التعافي الذاتي من الضغط النفسي لازم يكون فاهم يعني أي تشافي ذاتي لازم يكون يعارف إيش هي خطوات التشافي الذاتي وإيش هو أهم جزء في هذه العملية يا سلام ممتاز جدا طيب إحنا عندنا فاصل قبل الفاصل نذكر من جديد بأرقام التواصل لطرح أسئلتكم وستفساراتكم على الدكتورة هنادي أبو رحيلة ضيفتنا اليوم الأخصائية النفسية الحاصلة على الدكتوراه في الإطرابات النفسية والماجستير في الصحة النفسية والتربية الخاصة طيب خلوني أذكر من جديد بأرقام التواصل رقم الواتساب 055-6689-001 أيضا رقم الاتصال الثاني أو الرقم الاتصال المباشر 012-6161-100 قبل ما نطلع الفاصل بس فيه تنبيه مهم جدا أول خطوات أنه أنت تعيش حياة صحية حياة نفسية صحية و جميلة أنه أنت تعترف بوجود المشكلة و ثم تعالجها نطلع فاصل و نرجع الساكن معكم يا أهلا و سهلا فيكم رجعنا لكم جديد و مستكملين معاكم برنامجكم طبابة أنا أخوكم سعيد حنتوش و ضيفة اليوم في هذا الحلقة دكتورة هانادي أبو رحيلة الأخصائية النفسية أراح فيكم جديد دكتورة هانادي أهلا و سهلا بك سمحيلي دكتور نحن عندنا اتصال من أخونا عبدالله تفضل السلام عليكم و عليكم السلام عليكم و حي تفضل عبدالله والله أنا عندي حاجة سببني أنا عندي مشكلة من أول و الآن مشكلة ما أدري إيش الحل أتكلمت ليس أتكلمت دكتورة خاص أو أو أكلمت أو تعطيها الدكتورة تسمعك نعم فضل لا هو قمت للمشكلة اللي عندي أطلق على مشكلة خاصة نحن معنا قدام ممكن ثلاثة ثلاثة أيام أنا حصلت المشكلة مع الزوجة والآن الأولاد عندي والله البنات عندي ما أعرفت كيف أسوي معهم ما أعرفت كيف يعني مشكلة البنات يعني كبارك كده ما أعرفت كيف وسببولي حالة نفسية وهون سعبوا فيها ما أدري إيش الحل أنا والله شعب نعم حتى عمالي قدين أحراب لهم حتى أشوف والله ما أدري إيش الحل طيب ولي همك أبشر إن شاء الله ناقش موضوعك طبعا الأخي عبد الله ممكن مشكلة من ضمن يعني خلينا نقول مشاكل بتذكرر كثيرا في مجتمعاتنا للأسف خاصة في مجتمعنا في السعودية يكون فيه دائما مشاكل ما بين الزوج والزوجة ممكن التعامل ما بين هذه المشاكل وكيف إنه إحنا نوصل لحل أو نتفاد كل المشاكل ممكن تنعكس على أبنائنا في المستقبل أعتقد مرة عليك كثيرا دكتور هنادي يعني ممكن نأخذ شوية نصاح شوية أشياء نفيد فيها أخونا عبد الله وكل المستمعين اللي يعانوا من نفس المشكلة صحيح هو أهم جزء في المشاكل الأسرية اللي بتحصل أو المشاكل الزوجية اللي بتحصل عدم قدرة كل واحد منهم فهم مشاعر وحاسيسة الثاني إذا كل واحد فيهم فهم الثاني متطلبات وإيش يحض إيش يكره إيش يبغى وثار فيه تبادل احترام بينهم وبين بعض وبدأوا يحلوا وأي مشكلة تحصل يبدأوا يتناقشوا فيها ورجاء يعني أنوه مرة كثير في العيادة عندي بالزارة في الاستشارات الأسرية لا تدخلوا أطفالكم لا تدخلوا أولادكم أبدا في المشاكل النفسية اليوم هم أطفال عايشين معاكم المشكلة بكرة هيسيروا بالغين وكبار عندهم مشاكل نفسية نتيجة المشكلة الأسرية اللي حصلت عندكم وهو اليوم موضوع حلقتنا توريث الصدمات والأزمات النفسية بتبدأ من هنا يعني هو مداخلاته جات في موضوع الحلقة فأنا متى تتم الإحالة أساسا متى أن يبدأ يجيني شخص على العيادة لما يبدأ يواقف في حياته ومعرف كيف يسوي أنا ما بعطيله حل أنا بعطيله زي ما تقول كده أساسيات يمشي عليها في الحياة وهي الأساسيات اللي كان أصلا منبعها دينا الاحترام المتبادل التقدير أفهمها تفهمني أتكلم معاها بوضوح النقاشات اللي تكون بيني وبينها ما يدخل فيها الأولاد أحاول بقدر مستطاع حل المشكلة داخل نطاق أسرتي بعد كده أبدأ أخريجها مثلا لجهة أحد من أهلي أو أحد من أهلها ونبدأ نحلها بشكل ودي إذا الأمور ما ضبطت معايا في هذه الحالة نحتاج أني أتصل على مستشار وسريع عشان أفهم حيثيات المشكلة ونحط يدنا على الخطوط الحمرة اللي فيها ونبدأ نضع الأسس الصحيحة لإعادة الأسرة بشكل صحي وسليم نعم طيب إحنا عندنا كمانا التوصيل ثاني تفضل من معنا ألو أهلين تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الضغط أطرح مشكلة معينة أنا تقريبا في بنتين من العائلة عندي عانوا من مشكلة الفصال الأم وهو من فترة طويلة يعني لأنهم مصرار في السن الحين مثل تعملهم تقريبا 28 ووحدة ثانية أقل منها شوي حاليا يعني إحنا مو قادرين للصيصر عليهم مدسيا مرض يعني أحسن السيتهم متعبانة حتى يعني درجة أبوهم أخوانهم محد قادر يصيصر عليهم نفسية الزوجة يعني يسكنون يخلجون خارجون من ملكة من يعرف كيف الحل معهم حتى كلام تفاهم مستحيني أقدر أقنعهم يعني أبوهم يكتنعون أنهم يعني اللي جاتين سووا غلط من يعرف إيش الحل معهم طيب نقول نغطي عليها السيتار لا هي موجودة المشكلة ولا بد أننا نتكلم عنها فضل دكتور شاب فإذا أنا فهمت أساسيات المرحلة وفهمت كيف أمورهم وكيف تصير حياتهم واختلاف مداركهم وأفكارهم هنا أنا أبدأ أتعامل معهم بشكل صحيح وسليم معروف جدا أنه في مرحلة المراهقة أو ما بعد المراهقة زي ما زالت الأعمار في العشرين أو تحت العشرين في وحدة كمان فمعروف جدا أنه بتكون أفكارهم مختلفة وبيكون عندهم شوية دربك في التفكير فما بيكون تفكيرهم موزون فمحتاجين بشكل كبير جدا أن يكون في مستشار موجود معهم وغالبا هذا المستشار يكون إما أم إما أب إما أخ إما خالة تفهم مراحل الطفولة وتفهم مراحل المراهقة وتفهم أنه حصل تغيير كبير بمعنى أنه بعض المراهقات أحيانا نتيجة الغضب أو السيطرة والانفعال ممكن تلجأ للإنعزال فتبدأ تخش في مراحل الاكتئاب شويتين عند الأولاد بتبدأ المرحلة عندهم ما بتصير بتصير مرحلة غضب وكده ويبدأ يخرج الشارع عشان خلاص شاف نفسه كبير ويبدأ يختلط بناس ممكن يكونوا أكبر منه في السن وهنا بتكون مشكلة مرة كبيرة على الأحل هنا إذا كل أم وأب فهمه تغييرات المراحل التطورية في البناء الجسمي للأطفال هنا هيبدأ يحلوا كل مشاكل وما رح يكون عندهم أي مشاكل بالعكس هيتكيفوا معها بشكل مرة سليم عشان كده في البداية أنا قبل لا أبدأ أصلح في حياة المراهق وأبدأ أقول هو يبغى له 1 2 3 أنا أبدأ أصلح فيك أنت نفسك أبدأ أكيفك كيف تتعامل مع المراهق لأنه أنت خلاص صرت كبير فكل تعاملاتك مع الأشخاص إما طفل لأنه عارف أنه طفل إما شخص كبير بالغ فإنت عارف أنه هذا عارف الصح والخطط أنت لازم تتكيف ولازم تتعلم الأسس النفسية التي تقدر تتعامل بها مع المراهق وبعد كده أبدأ أديك أنا 1 2 3 المراهق هذا يحتاج فتبدأ تقنعه بطريقة تتناسب مع تفكيره وتغيير أفكاره نعم طيب بصراحة حصلني رسالة في الواتس وهي يعني حين يقول موضوع نقاش لكن أنا هخليها إن شاء الله إلى أن بعد الفاصل خلينا الآن نستكمل بعض المحاور وبعدين إن شاء الله نرجع لرسالة أخونا كريم اللي أرسل هذه الرسالة حنجاوب إن شاء الله على سؤالك والسفسارك وعلى مشكلتك ننتقل الآن إلى المحاور محاور حلقتنا ويمكن وصلنا إحنا عند موضوع التكيف وتحدثنا عنه نبغى الآن نتكلم عن أنه متى أتوجه إلى الأخصاء النفسي متى أقول أنه هذه المشكلات تستدعي أنه أنا أروح شخص متخصص في العلاج النفسي عشان يساعدني في حلها لازم نعرف حاجة مرة مهمة أنه أكتر الناس اللي بيزور العلاجات النفسية هما أساسا الناس أساسا أحتاجوا أن أحد يسمعهم أو فقدوا أشخاص تصدق مشاعرهم أو ما لقوا أحد حتى يفهم معاناتهم أو يحس بإعلامهم تمام فأنا متى تتم إحالة الأشخاص هدول أو متى يتم أنا إحالة لأنا كشخص كده متى نادى أبدأ أروح العيادة النفسية إذا حسيت أن أنا عندي مشاكل مرة كبيرة في النوم ماني قادر أنام عندي أرق دائم أو أني أنام فترات مرة طويلة وحس أن أصحى من النوم حس نفسي ما شبعت نوم أو أنه يكون نومي مرة قليل ممكن أن أفضل صاحي فترات مرة طويلة 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 وممكن أنام غفوة وفجأة ألاقي نفسي صحيت بوقت مرة مبكر جدا وما لحكت أنام أخذ كفايتي من النوم لأنه عندي الكزامات أخرى إذا متى يجيني العيادة إذا شاف أنه عواطف صارت مرة قوية وصار صعب عندي شوية عدوان ممكن لو صار عندي شوية خوف ممكن لو بدأت أقلق من أبسط الحاجات اللي ما كنت أقلق منها صادقة ممكن إذا بدأت أحس أن الدنيا دي صارت سودة في حياتي وبدأت أفكر في أني أبغى أنهي حياتي أو بدأت جيني أفكار في الانتحار أو أتحدث بصراحة عنه أنا أبغى أموت أو أبغى موت نفسي إذا بدأ الشخص يعاني من أعراب جسدية متواصلة يعني باستمرار يجيله ألم في المعدة أو باستمرار يجيله ألم في المفاصل وبيروح للدكتور والدكتور يجيله مراهم وعلاجات وأدوية وما في فايدة هنا بنسميها أمراض سيكوماتية اللي بتكون إيش نفسية المنشأ وأعراضها جسدية فهذا معناه أنه في عندي مشكلة نفسية محتاجة لحل ومجرد ما تتحل المشكلة النفسية هتزول هذه الأعراض الجسدية إذا الشخص بدأ يحس نفسه أن عذر عن العالم وحس بالاكتئاب وبدأ تجيله اضطرابات كلا غريبة بدأ يشوف حاجات ما هي موجودة تجيله زي هلاو السمعية يسمح حاجات ما هي موجودة يشوف أوهام تجيله قوابيس أو أحلام مزحجة هنا أقدر أزور العيادة النفسية يعني إذا حست أي تغيير في مشاعر وإذا حست أنه في حاجة ضلط في حياته إذا حست أنه حياته كلها حسنة وخبطت نتيجة حاجة ومعارف السببها غالبا أسباب دي بتكون نتيجة الأشياء موجودة في اللاشعور إذا راح للعيادة النفسية طبعا على الخصائي النفسي هيبدأ يتوافل معاه عن طريق إخراج ما في اللاشعور من كلاكية وعقد نفسية ونبدأ نوصل للمشكلة الأساسية ونحلها اللي موجودة في الشعور نعم ممتاز جدا اسمحي للآن دكتورة هنادي عندنا فاصل قبل الفاصل أذكر بأرقام التواصل رقم الواتساب 055-66-89-001 أيضا رقم الهاتف المباشر 012-616-11-00 قبل ما نطلع الفاصل خلوني اتكلم عن نقطة مهمة وهي أنه معظم مشاكلنا النفسية اللي احنا بنعاني منها والضغوط النفسية اللي بتحصل لنا في حياتنا حلها السحري بسيط جدا اللي بيعرف هذا الحل هو الأخصاء النفسي فلما أنت التعامل مع حالتك النفسية والضغط النفسي اللي بيواجهك بطريقة معقدة وبيتعتقد أنه حلها حيكون بطريقة صعبة جدا بسبب تعاملك هو اللي حيطور هذه المشكلة ويجعلها من سيء لأسوأ لكن لو عرفت كيف تتعامل مع كل الضغوط مع كل المشاكل النفسي اللي بتواجهك في حياتك بطريقة صحيحة صدقني انت حتنجز في حياتك كثير وحتكون مبسوط وحتكون مرتاح نفسيا بسبب طرق بسيطة جدا في التعامل مع مختلف الظروف اللي بتمر عليك في حياتك خلونا نطلع فاصلنا ونرجع نستكمل معاكم خلوكم على إذاعة ألف ألف الإذاعة السعودية الأولى يا أهلا وسهلا فيكم مرجعنا لكم مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامج طبابة على إذاعةكم إذاعة ألف ألف رحمة جديد بضيفتنا دكتورة هنادي أبو رحيلة لخصائي النفسية حك الله أهلا وسهلا بك طيب خليني كما وعدت أخذ الرسالة اللي وصلتنا عن طريق واتساب وبصراحة أنا وقفت عند هذه الرسالة لأنه في شخص كنت أعرفه يعني مر عليه بنفس الموقف ونفس اللي حيذكر في هذه الرسالة هذا الشخص بيقول السلام عليكم أنا شخص مديون وغير موظف وكل شيء مغلق في وجهي وقاعد أعاني في هذا الشيء لمدة أربع سنوات والحمد لله إضافة إلى أني ها هنا المشكلة إضافة إلى أني أحب وحدها وأمنية أني أتزوجها ولكن هي مش متقبلتني حاس أنه أبغى أموت طيب يعني تفاصيل المشكلة خلينا نقول في الجزئية الثانية وهي أنه هو شخص متعلق بسيدة يعني وحاب أنه يتزوجها لكن في رفض من الشخص الآخر وسبب هذا الشيء عنده شعور نحو الانتحار أو الموت أو شيء من هذا القبيل كيف نقدر نحل هذه المشكلة أكثر هنا أول شيء لازم نكون عارفين أنه أي شخص بيكون في حالة حب عاطفي أو عنده أزمات حياتية زي ديون زي مشاكل زي كده لازم يفهم حاجة واحدة هذا الشخص الآخر اللي رفضوا هذا رفضوا لشخصه هو ولا رفضوا لحالته إنه مديون وإنه ما بيشتغل وإنه كيف رح أمشي حياتي معه وزي كده والشيء طبيعي أنه أي أنسة حابة ترتبط بأي شخص لازم يكون في عندها أمان ولازم تحقق لها جزء الأمان هذا بالإضافة للإهتمام والحب العاطفي هذه أهم نقطة في الموضوع كله طيب إذا أنت تحبها فعلا وتبغاها فعلا المفروض أنك تسعى تشتغل أي حاجة وإذن قلنا عندي مظيفة هو هكذا رعيشي فهي مهم جدا أنك تعرف إنه هي رفضتك ليش هل لشخصك أو هل هو حب من طرف واحد ولا هل له ظروفك اللي أنت فيها لأنه كل شيء ولو حل إذا لشخصك هذا معناه أنت وقعت في حب من طرف واحد وهذه مشكلة تانية إذا له ظروفك فيصير أنا مفروض أنه أسعى وأبدأ أحاول أحسن في ظروفي علشان أخليها تتقبلني يعني فيه أمور كثيرة بتختلف بناء على معطيات المشكلة فأنا لازم أفهم الأساس وأنا ليه ده حاصل معايا حكاية الديون وحكاية مشاكل وبعدين فترة أربع سنين دي ترى فترة مرة طويلة أربع سنين تقاعد مكانك ما بتتحرك يمين يسار ما في عندك مرشد ما في عندك أحد ينورك ما في عندك أحد يفهمك إيش مفروض تسوي هذه مشكلة مرة كبيرة قديش أنت عمرك وقديش هيراح من عمرك أربع سنين ترى فترة مرة طويلة وده حين بتقولي حاس أنه أنت بتموت أتوقع أن الرسالة أو حاس الموت ده البعد من الجانب العاطفي أنه لو كان في أمان عاطفي بالنسبة له أتوقع كان هي خصة بالأمان نفس الفكرة عند الأنسان إذا حست هي بالأمان ممكن يكون الوضع بينكم حاول تتواصل معها بشكل ثاني تفهم بس وجهة نظرها هي اشتبغة بالضبط أو هي اشرافة بالضبط وعلى أساسه أبدأ أشتغل على هذه النقاط اللي هي طلبتها عرفت كيف وكما إن شاء الله بسنا رحمن أمورك تكون محلولة أما إذا كان حب من طرف واحد فهذه حاجة تانية إن شاء الله نتكلم فيها في حلقة تانية الوحدة كيف ممكن ننسى حب قديم أو كيف ممكن نتخطى الحب اللي من طرف واحد جميل جدا طيب هنا رسالة ثانية في الواتساب بيقول السلام عليكم عندي زوجتي فقدت والدتها في عيد الفطر وهي عندي في المملكة العربية السعودية اللي شهرين في المستشفيات قالوا عندها اضطراب ما بعد الفقد وإلى الآن ما زالت تعاني من عدم النوم تنام معدل ثلاث ساعات في اليوم بعد تناول حبوب الخوف والتوتر والقلق يروح ويرجع إيش الحل طيب بالنسبة للاضطراب ما بعد الفقد غالبا طبعا الأشخاص ما بيفقد الأشخاص عزيزين عليهم وخاصة إذا حصلت الفقد في حال إن أنا ما شفت الشخص هذا قبل لا يموت أو شي الله يرحمهم ويصل لهم مجمعين الاضطراب هذا طبعا مش بس يتعالج بالأدوية لازم يكون فيه جلسات نفسية يعني كان المفروض إنه الطبيب النفسي اللي راحت عنده وقال له عنده اضطراب ما بتأخذ الأدوية تبع اضطرابات النوم لإنه عندها طبعا أرق وما بتقدر تنام ومبعيد كمان بتكون بتصحى من النوم متفززة فبطر تاخد منومات مثلا بالإضافة إلى مصبطات الأزمة لازم يكون فيه جلسات نفسية تقعد فيها الأخت هذه علشان نبدأ نضع يدنا على الأمور الأساسية ونبدأ نصلح الأدوية الوحدة ما تكفي الأدوية الوحدة ممكن تساعد على النوم ممكن تقلل شوية من الاضطراب لكن المشكلة نفسها والأزمة نفسها ما زالت موجودة وأنا لازم أحط يدي على الأزمة والمشكلة عن طريق جلسات نفسية عند الأخصائي النفسي المعالج النفسي بالإضافة إلى الأدوية لأنه غالبا غالبا وأنا بجيني حالات زيكية حالات بعض فقط وحقيقة ولله الحمد أنه بيتم علاجها من غير أدوية أنا بعالجها من غير أدوية يمكن أكتر دوة ممكن أخليها تأخذه بلدون نايت عشان تعرف تنام لكن مع الجلسات النفسية رح تبدأ نفهم مصدر الإزعاج الأساسي لها هل هي شافتهم هل كان في مشاكل بينها وبينهم هل هي ما استسمحت منهم في مشاكل كثيرة لابن نحط يدنا علىها عشان نقدر نعالجها ونبدأ نسوي اللي احنا كنا عليه التكيف المتوازن مع الأزمة أو مع المشكلة لأنه غالبا الأشخاص اللي بيكون عندهم حالات الصدمات أو حالات الأزمات أو بيعانوا من ضغط نفسي أو أزمة ما بعد الفقد بمختلف أنواعها بيكونوا سريعين التأثر وغالبا يسيءوا فهم اللي يقال لهم وبتكون حساسيتهم مرة قوية يعانوا من صعوبات في التفكير بالوضوح وبالتالي بتكون انفعالاتهم جدا قوية وإحساسا قوي حالة زي هذه الحالة هذه معنى أنها بتعاني منها شاشة نفسية ما عندها صلابة نفسية ما كان عندها درع نفسي يقيها أو يحميها فبالتالي حصلت لها هذه الصدمة فعشان أنا أعالج هذه الصدمة أنا لا أكتفي بالأدوية وأنا متأكدة وأكيد يكون الطبيب النفسي قال لنا أنه محتاج لجلسات علاج نفسي فرجاء نطفا توجه لمعالج نفسي وإخصائي نفسي لعمل جلسات نفسية تساعد مع الأدوية نعم ممتاز جدا طيب أذكر مشديد بأرقام تواصل رقم الواتساب 055-66-89-001 أيضا رقم الهاتف المباشر 012-616-11-00 طيب خليني الآن ننتقل لنقطة مهمة وهي موضوع التعافي متى أو خليني نقول أش أهم جزء في عملية التعافي النفسي ومدى تأثيرها حاليا أهم جزء في عملية التعافي النفسي أو زي ما قلنا أول قلنا في البداية هو هيكون عنده فكرة عن التشافي الذاتي يحاول يشفي نفسه بنفسه إذا ما قدر فبالتالي يكون محتاج لدعم نفسي والدعم النفسي هذا مو أمر معقد ولا أمر صعب يقدر أي شخص يسويه فغالبا أمور بسيطة بتنجح وبتخلي الإنسان والحياة حلوة أنا أستغرب من الناس أنه لما بتحصل أزمة أو صدوة أو مشكلة ويبدأ الشخص عيونه تدمع ويبدأ يبغى يبكي الشخص الآخر يوقف ويقوله لا تبكي أنت قوي خليك لا تبكي ترى هذه أول خطوات الوصول إلى الأمراض النفسية والأزمات النفسية فلطفا إذا حصلت مشكلة وأزمة والشخص اللي قدامك حاب يبكي حاب يفرق حاب يفرق غضبه في تكسير أشياء أتركه لأنه لو ما سوى الشيء دحين في هذا الوقت هيبدأ يعاني من أزمة وصدمة نفسية قوية جدا ما يقدر يعالجها إلا بزيارات متكررة للعيادات النفسية فهذا أبصد دعم يقدر نسويه له ونحن نخليه يبكي خليه يبكي ممكن يكون محتاج أن يسوي اتصال تليفوني لشخص معين يستسمح منه أو يصرخ منه أو يعاتبه أو يلومه خليه لا تمنعه خلي الشخص يعبر عن مشاري وعن أواطف أبدا لا تمنعه بالذات قبل لا ينام قبل لا يحدث لأول حلم أو أول كابوس إذا حصلت صدمة وأزمة نفسية والشخص حبي يفرغ عن نفسه هذا أهم جزء في حملية التعافي أنه أبدأ أفرغ الطاقة هذه أبكي أصرخ ألوم شخص أعاتب شخص أتصل على شخص معين حصل اختلاف كبير بيني وبين شخص كيف أن نقدر أواصل حياتي بشكل طبيعي إذا كنت أساسا ضعيف نفسيا لو عندي هشاشة نفسية واللي حواليا ممقدرين الشيء ده البكة معيب والتعبير عن المشاعر معيب التعبير عن الغضب معيب بالعكس المفروض أنه إحنا نبدأ وهذا أهم جزء في عملية التعافي غالبا عشان أحقق الدعم النفسي لازم تحصل عندي أمور زي ما قلنا صادقة أنه أشخاص اللي بيكون عندهم في حالات أزمة وحالات صدمة بيكونوا سريعين التأثر وممكن يفهموا كلامنا بشكل خاطئ ما يستوعب إحنا إيش قلنا لأنه شيء طبيعي تفكيره غير واضح فبالتالي أنا عشان أحقق الدعم النفسي لازم أكون قريب منه الشخص اللي بيمر بأزمة بيسقد مؤقتنا وبشكل مؤقت شعوره الأساسي بالأمن وشعوره الأساسي بالثقة وفجأة يلاقي العالم كله أصبح بالنسبة له مكان خطير أو مكان مضطرب وغير آمن وأن الدنيا ما هي كويسة وأنا محتاج أنه أنا موت نفسي وأروح مدري فين هنا الأخصاء النفسي يستطيع مساعدة هذا الشخص بإعادة بناء الثقة في نفسه يعطيله جزء من الأمان نبقى قريبين منه بشكل كبير في وقت الأزمة طبعا وقت الأزمة إحنا ما كنا موجودين فشيء طبيعي إحنا شغلنا هيكون من بعد الأزمة فبالتالي أنا أبدأ لأنه ممكن يكون في وقت الأزمة ما قدر يعبر عن مشاعره ما قدر يصرخ ما قدر يبكي ما قدر يتكلم مع أي أحد أبدأ أشوف قلقه من إيش أبدأ أشوف الفعالات وليش ثار في هذه الفترة يغضب بشكل فريع ومرة مهم جدا حكاية أن أنا أستمع له بانتباه أو أنصط له بانتباه لأن الإنصاط أهم من الاستماع لازم أنصط له بانتباه أخذ وقتي في الاستماع أخليه عبر عن كل مشاعره أخليه استرسل في نقطة عدة عليها بشكل خفيف أخليه استرسل فيها لأنه ممكن تفيدني في العلاج إذا مر بوقت عصيب أو مر بوقت صعب عليه جدا أبدأ أفهمه وراح عند مين كلم مين إسار في أشخاص ما يدر الحق للأشخاص اللي حواليهم عشان لا يحسوا معهم بالمعاناة وبالأزمات وبالألم فبالتالي بيلجوا لنا عشان بس يفقصوا دور عشان يتكلموا عشان إسرت قصصهم يقول إيش معاناته فبالتالي أنا هنا أبدأ أنصط له وهذا إحنا عندنا حاجة مرة حلوة عندنا يسمى الإصداء التفاعل يعني مو فرأة مو بس أن أنا أنصط لك مالا أن أتفاعل معاه حاول أو أصل له الفكرة بطريقة مباشرة أنا مهتمة جدا بكلامك وأن كلامك يعيني جدا هذا مو معنى أن أنا متعاطفة معاك لا أنا بأقدم لك الاحترام والتقدير لهذه المشاعر لأنه في مشاعر أحيانا يجينا أشخاص مثلا يكون عندهم مشكلة والمشكلة تكون تافعة عند بعض الناس لكن هي كبيرة بالنسبة له يعني أنا في مرة من المرات جاتني في العيادة وحدة كانت منهارة تماما لفقدان قطتها الأليفة فممكن الناس كثير تشوف من هذا الشيء عالي لكن هي شايفته شيء كبير فبالتالي أنا لازم يكون في عندي إصغاء التفاعل واحتم جدا بالمشكلة لأنها مهمة بالنسبة للشخص طيب اسمحيلي دكتورة هنادي إحنا عندنا فاصل فاصلنا الأخير راجعين بعد هذا الفاصل ونأخذ ما تبقى من أسئلتكم إن شاء الله والإجابة عليها فاصل قصير راجعين خلوكم معنا يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم رجعنا لكم الجزء الأخير من برنامج الطبابة وبشكل سريع نحاول نأخذ جميع أسئلتكم ومسف سراتكم نبدأ بأول متوصلين محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام سنوري السلام خير عليكم وعلى الدكتورة الله يحييك فضل الله يحييك أنا عندي بوقت يعني الوقت الحالي الآن بظل الكورونا في عشياء وفي أوقات فراغات كثيرة يعني موجودة عند الناس كذلك أنا حبيت أن الدكتورة تعطينا توجيه بسيط أو لمحة بسيطة بحكم منها أخصائي نفسية وماشاء الله يعني أنا سمعت الحلقة من البداية وقاعد أسمع يعني شيء نفتخر فيه ويثلج القلب أنه نحصل أو موجود في السعودية عندنا هنا أوكي أخصائية بالاطلاع وبالكلام اللي سمعناه كله في الفقرة اللي قبل نعم فهذا شيء جميل فيه أشياء التي يوجهونها لأخصائي النفسية لما راح أتضرق لها الآن لكن أبغى التوجيه في وقت كورونا إيش الأشياء اللي تحمينا من الاكتئاب أو من أي أعراض ممكن تأثر علينا في الوقت الحالي ممتاز شكرا لك أخوي محمد يعطيك العافية طيب دكتورة بشكل سريع إذا ممكن جاوب على أخونا محمد وعشان ناخذ كون الأسلامة متبقين طبعا أوكي عشان كورونا طبعا ووقات الفراغ وعشان أول شيء ندور عن مواهبنا إذا ما عندنا مواهب نخترع لنا مواهب اللي ما يفيرسم يحاول يرسم اللي ما يفيرطبخ يحاول يطبخ سوي لك أي شغلة بس لا تجرب نفسك المشاكل إنه في أزواج كثيرة كانوا بيدخلوا في شغل زوجاتهم وحاصلة مشاكل مرة كثيرة في البيوت بسبب إنه شيء ما يخصه وتعد على مملكة زوجته في بيتها وهذا ليش هنا وهذا ليش هنا فبدأت تحصى المشاكل عشان يتجنب الاكتئاب لازم أنا أتقبل أول شيء أتقبل ذاتي أتقبل مشاعري أتقبل كل ما هو كائن كل ما هو موجود حوالي في هذا الشكل أتقبله وأبدأ أتكيف معاه أي شخص أبدأ أحاول أني أراجح حساباتي القديمة أسامح نفسي أسامح الماضي اللي أنا عشت فيه أسامح الآخرين أتطالح مع نفسي أتوقف عن مقاومة أي مشاعر سلبية بجيني أبدأ أعيش حياتي بذاتية وأبدأ أرفع من روحانياتي أبدأ أتأمل أبدأ أقرأ كتب أبدأ أخترع لنفسي أي هواية عشان لا أخشق مرحلة اكتئاب أو تمتل هنا في سؤال وصلني في الواتساب بيقول عندي ولدي عمره سبع سنوات لا زال إلى الآن يتبول أثناء النوم في ملابسه وعنده الخوف أحيانا وما يتحكم بنفسه فأيش الحل؟ هل لهذا الموضوع علاقة نفسية؟ طبعا التبول هل هو تبول لا إرادي ولا هو ما تدرب أساسا على دخول الحمام هنا مرة مهمة لأنه في أشياء مرة مهمة ممكن يكون تدرب على دخول الحمام في الأول وبعد كده بعد ما تدرب فترة ستبول لا إرادي في الفراش هذا سؤال مرة مهم ولا هو إلى الآن من يوم ما بدأت تدربه إلى الآن ما سار يتدرب أو ما سار يروح الحمام بنفسه عموما هي غالبا إذا كان التبول لا إرادي هي أكيد لها مشكلة نفسية عميقة موجودة في اللاشعور خاصة إنه هو قلي بيشعر بخوف أكيد في حاجة مخوفته التبول اللا إرادي يكون نتيجة مشاكل نفسية لازم يتوافل مع الخصائي نفسي عشان نفهم بس حيثيات المشكلة هل هو تم تدريبه سابقاً ولا هل هو بيتورز أول لا إرادي في الفراش بعد ما تم تدريب إنه مرة مهمة طيب هنا في رسالة يعني تفاصيلها كثيرة لكن مختصرها إنه يعني سيدة ذهبت لدكتورين تقريباً خصائيين نفسيين فما وجدت عندهم العلاج ويبدو إنه صار في عدم ثقة في الأطباء النفسيين فإيش رأيك دكتورة وكيف نقدر يعني نعالج هذه المشكلة حسب هي راحة لطبيب نفسي ولا خصائي نفسي دا رقم واحد حسب نوع المشكلة دا رقم اثنين رقم ثلاثة ممكن يكون الطبيب النفسي أعطاها أدوية وطلب منها تسوي جلسات نفسية وما سوت الجلسات النفسية وممكن هي أساساً ما تحتاج طبيب نفسي تحتاج معالج نفسي وخصائي نفسي يعملنا جلسات من غير أي أدوية حسب نوعية المشكلة يمكن طرقة الباب الخطأ فإذا كانت مشكلتها ممكن ما تحتاج أدوية نفسية تطرق باب الأخصائي النفسي والمعالج النفسي إذا مشكلتها تحتاج مثلاً زي أمراض نفسية عميقة زي الفصام أو الهستيريا وكذا تحتاج إلى أدوية نفسية تطرق باب الطبيب النفسي بالإضافة إلى جلسات نفسية دائماً العلاج النفسي عند الطبيب النفسي بعد طرف الأدوية يحتاج دائماً إلى دعم نفسي من أخصائي نفسي ومعالج نفسي الجلسات النفسية أهم بكثير من الأدوية النفسية نعم أخيراً بما أنه خلاص وصلنا نهاية الحاقة ودي نختم بعنوان حلقتنا المحور المتعلقين عن عنوان حلقتنا لهو توريث العقد النفسية عبر الأجيال هل للأم والأب دور كبير في توريث مثل هذه الصدمات لأبنائهم؟ طبعاً للأسف الشديد ما في أزمة أو صدمة نفسية بتحصل للإنسان إلا يكون أساسها ومنشأها من البيت من الأسرة الحاضنة الأولى زي ما احنا كلنا عارفين أنه أول سنين الطفل من لحظة ولادته إلى سبع سنوات هي أهم لحظة في تكوين شخصية الطفل وأهم لحظة في تعليم الطفل للسلوكيات المكتسبة فإذا الطفل أو الشخص نشأ في أسرة مليانة مشاكل مليانة اضطرابات أحياناً أنا ما أتكلم طبعاً على الأمراض النفسية المورثة ما أتكلم على اضطرابات نفسية وأزمات نفسية إذا تعرض لها هذا الشخص في صغره فشي طبيعي لما يكبر هيكون يعاني بكثير من عقد نفسية في عندنا حاجة اسمها الولاء الخفي بتحدث عند الأشخاص خاصة إذا كانوا موجودين في أسرة نفترض أنه الأب كان باستمرار يضرب أمه باستمرار قدام عينه فهذا الشخص لما يكبر مستقبلاً سيبدأ هو كمان يضرب زوجته هذا في حالة الرجل في حالة المرأة ما رح تحس بحياتها أو أن حياتها لازم تكتمل عشان يكون عندها شوية ولاء خفي الأمة أنه هي كمان لازم زوجها يضربها أحياناً تفتعل المشاكل عشان تخلي زوجها يضربها عشان تكون مراية لوالدتها يعني باختصار أنا كل اللي أبغى أقوله أن كل واحد فينا عنده مناعة نفسية وكلنا ما بنتساوى فيها يعني مو كلنا عنده نفس الدرجة للتحمل ونفس القدرة على التكير لكن الأكيد اللي لازم نعرفه كلنا أنه أي أحد بيقول لك أنا تعبان أو أنا بعاني أو أنا بنهار هو فعلاً بيكون تعبان وبيكون بعاني وبيكون بينهار الفكرة في الموضوع أن حصانتنا النفسية غير متساوية يعني كل ردة فعل عند أي واحد بتكون مختلفة عن ردة فعل تاني ليش؟ باختصار شديد لأنه إحنا أسنا ربنا خلقنا مختلفين ومن الطبيعي أن استجاباتنا للأشياء اللي موجودة حولينا في أسرنا مختلفة فيه في نفس الأسرة ممكن تلاقي شخص صحيح نفسي وفي نفس الأسرة تلاقي شخص مضطرب نفسي وهي نفس الأسرة وهذا طبعاً راجع لحصانتنا النفسية وقدراتنا وقوتنا واختلاف شخصياتنا فعشان كده أنا بأطلب من الناس اللي بتحاول تصلح من الأمور هي جاية تسعى للخير فرجاء إذا ما إرفت تصلح صح للأمور أو الأزمات النفسية فإن توقف جنب الشخص ويقولوا لا تبكي أو شيء زي كده رجاء إتركوهم إذا ما تعرفوا تساعدوهم واتركوه أو لا تخربوا ما بقي من أجزاءهم النفسية لأنه ممكن حاجة زيكية تدمرهم نفسية يكون هو بقي لهم تكة ويبدأوا يتعالجوا ولكن فجأة كده أوقف قدامه وأصده وأقوله لا تبكي لا تسوي أي حاجة من دي الأشياء أنت قوي أنت مدرعي فبالتالي بدأت أخرب حياته بدأت أخرب طموحه كله ضيعته فأحترموا مشاعر بعض قدروا مشاعرهم قدروا ألمهم قدروا معاناتهم من غير أي تقييم من غير أي أحكام سيبوا الأحكام وثيبوا التقييم وثيبوا الأمراض والتشخيص لأهل الإختصاص إذا ما كنت تشتغل في المجال النفسي أو ما كان لك قراءات في المجال النفسي كون على الأقل مؤمن واتركوا في حاله تيبوا في حاله ولا تقلق من عندك أي حاجة صحيح وأي شخص إذا لقى أنه ما فيه فائدة في العلاج النفسي وأنه العلاج النفسي طول معاه لازم يدرك تماما أنه محتاج لجلسات علاج نفسي عند أخصائي نفسي تدعم العلاج النفسي نعم دكتورة هنادي بورحيلة الأخصائي النفسية أخصائي نفسي كلينيكي حاصل على دكتوراه في الاضطرابات النفسية ومجسير في الصحة النفسية والتربية بورد أمريكي في العلاج النفسي شكرا جزيلا لك العفو أنا سعيد جدا بهذا اللقاء أستاذ سعيد وشكرا جزيلا لكم العفو شكرا لجميع المستمعين الكرام على استماع من هذه الحلقة إن شاء الله نحاول نقدم لكم حلقات قادمة بما أنه في تفاعل كبير على مثل هذه النوعية من الحلقات ونشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في حلقتنا جديدة في أمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر